ثم هم يتفاضلون الصحابة يتفاضلون أفضلهم أفضلهم الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة طلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد والزبير ابن العوام وأبو عبيدة عامر ابن الجراح هؤلاء شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة ومات وهو عنهم راض رضي الله عنهم وأرضاه هم أفضل الصحابة